اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضرب الرصاص صحيح للعين والحسد صحيح وطريقته الافضل انه الشخص اللي بده يضرب الرصاص هذا يكون على مخافة من الله على دين يقرأ ايات التحصين وايات الرقية من العين والحسد وانا عامل فيديو فيها يعني بالايات وطريقة قرائتها بيقدر انه يستعين فيها بعد ما يقرأها او يسمعها او يشغلها بصوت عالي في البيت بعد ما يعملها بيقدر يضرب الرصاص ما الو وقت معين المهم لازم يكون فيه رقية شرعية قبل للعين والحسد قبل ضرب الرصاص العدد والكمية برضو مجدد تأثير طيب السؤال الثاني سعد مساك يا طيب سؤال استاذ الكريم عن سحر هذا من المهمات سحر برصد النشجوم فلكيا وهل يمكن التخلص منه وكيف بارك الله فيكم اول ايش لو انك موجود في الاردن اسم سوريا طيب لو انك موجود بالاردن علاجه سهل جدا اول ايش قلة في دول العالم اللي بيشتغلوا على هذا النوع ولكن فيه اشخاص عشان تخوفك اللي بيجي بدو يكشف لك هذا او عشان يخوف بيجي يقولك اما انه برصد النجوم او انه سحر اسود او سحر احمر او سحر القتل او سحر موت هو نوع من التهويل عشان انت تدفع فلوس عشان هو يعالج يعني من الصعوبة على واحد بيشتغل في مجالات الروحانيات او الرقية او العلاج من اصعب الاشياء انه يكتشف انه هذا السحر معمول لانه هذا السحر قلة الاشخاص اللي بفهموا فيه وقلة الاشخاص اللي بيقدروا يشتغلوا عليه واثنين مكلف جدا ماليا يعني اللي بديشتغل نوعية هذا السحر الساحر اللي بيشتغل هذا بكلف فلوس كثير يعني بديدفع مبالغ طائلة جدا عشان انت تتعالج منه احسن طريقة للعلاج انا حط الرقية اكتب رقية شرعية بصوت سعيد مناع تفتح عليها تسمعها بعد ما تسمعها فيه صورتين لازم انك انت تقرأهم صورة مريم وصورة الشورى وبدك تداوم عليهم لمدة اسبوع وصلت المعلومة الرقية الشرعية اللي موجودة بصوتي بتقدر انت تكتبها كتابة تقرأها بصوتك مع صورتين اللي هي مريم والشورى وهي كفيلات بمدة اسبوع انهم يفكرنوا واسألوا الله العظيم رب العرش العظيم انه يشفيك طائب دكتور قريبتي وجدت في بيتها اعوذ بالله سحر على شكل حجابات وما بتعرف مين اللي وضعها في البيت وتريد اتلافها ولكن بتخاف وحذروها من انها تفتحها اصلا وهي جدا متخوفي وما بتعرف كيف تتلفها او تبطلها بدون اي ضرر وما بتعرف ناس تقى تعطيهم هاي الاشياء لديك معلومة ونصيحة عن كيفية اتلافها اكون شاكر طيب شكرا لا اليك ولا ثقتك او لا ثقتك انا رح اعلمك كيف تفكها هذه مش بحاجة لا لشخص متمكن ولا لشخص ذو علم ولا صاحب كرامات ولا اي شيء اي واحد بجد اي شيء بتعلق بانواع السحر ايش ما كان نوع السحر على شكل احجابات او لفائف طريقة تفكها بسيط جدا مش بحاجة لشخص متخصص صاحب كرامات منزل عليه الوحي عشان هو اللي يفكر لك يا الحل بسيط جدا اكتب اللي انا رح احكي لك يا في ايات رح تبحث عنها عشان انت تستكملها ولكن هذه الايات بتقرأ بنفس الطريقة اول ايش تحصين نفسك باية الكرسي سبع مرات قبل ما تعمل اي شيء تقرأ اية الكرسي سبع مرات وربعات بعدين بتحط لحجابات هدولة قدامك بتبلش تقرأ بصورة الفاتحة مرة ااية شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولي العلم قائما بالقسط لعند هي اية 18 اية 19 ادول الايتين بتقرأهن بعدين بتقرأ اخر ايتين من سورة التوبة اللي هي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تقرأها هاي نفس الاشي بعدين بتقرأ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا اخر اربع ايات من سورة الحشر بعدين بتقرأ اللي هي اية فك السحر اللي هي فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وبتبلش تفك في الحجبات وانت بتفك فيها بتظلك تردد كلمة ان الله سيبطله ان الله سيبطله وتفك فيهم ان الله سيبطله وتستعجلش بكل هدوء عادي جدا بدون خوف بدون رهبة ولا اي اشي لانه ان الله سيبطله انت هنا ربنا اللي ببطل فيه مش انت اللي بتبطل فيه بامر الله وباذنه بيظلك تكرر فيها لحديت ما تفك وتفتح عن ورق مفتوحات كاملات حتى لو تمزعوا ما تخافشوا من الموضوع لو تعقدوا بالمقاس ضل قسقس فيها لحديت ما انك توصل لمرحلة انك تفتحها بعد ما تفتحها بتقرأ واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة تساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون بعدها بعد ما تقرأ هاي الاية بتقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعدين تمسك الورق وبتحرقه اللي بيقول لك بمي وملح وبترميه في النهر وبترميه وراك وعلى مفرق طرق لا لا عادي يا بتمزعه يا بتحرقه وعادي وفي القمامة انتهى موضوعه خلصت انتهى من الموضوع هاد وبعدها بتحاول انك انت تسمع سورة ياسين والصافات لمدة اسبوع نوع من انواع تنظيف المكان يعني تحصين الجسد بتسمع الرقي الشرعي اللي موجود لمدة سبع ايام مع ياسين والصافات بيكون افضل وبتفك وبتحصن نفسك وبتحصن المكان طيب كمان سؤال تحياتي دكتور اتمنى لك الشفاء العاجل شكرا جزيلا يا رب البيت الخامس هو بيت الحض العام والبيت الخامس بالنسبة للطالع وللشمسي طبعا انت اتنين اساسا تأخذ انت البيت الخامس للحض العام العام اللي هو المؤثر عليك من الخارج ولكن حضك الداخلي وطاقتك لانك انت تجرب حضوظك وعواطفك بتوخذها على الطالع اكثر كمان سؤال ربي يعطيك الصحة والعافية ومليون سلام اليك استاذي شكرا جزيلا اللهم امين يا رب العالمين انا بملك اسمين اسم في الجنسية والاوراق الرسمية واسم بينادوني في الناس وهو احبنا قلبي ايهما اعتمد على حساب البرج الباطن طبعا اذا كان الاسم اللي مكتوب بالوراق ما بتتنادى فيه اكيد الاسم اللي بتتنادى فيه هو اللي طاغي بكون فعشان هيك ولي بكون غالب وهو اللي بتاخد انت من صفاته طيب الميزان الان لسه عندهم فترات اشهر قادمة ممتازة جدا خصوصا لما الشمس توصل للجوزاء بتكون قوية جدا ولما توصل للأسد برضو بتكون قوية جدا لمصلحتهم فعندهم فترات ولكن من بعد ما تطلع الشمس من الأسد وتدخل على العذراء بتبلش اللي هي فترة المتاعب عندك بدك تنتظر لعيد ميلادك بكون افضل اما هي هي للحمل احنا كان الجواب انه بدينتظر عيد ميلاده طيب كمان سؤال اله يا ربي انطيك العافية اللهم امين ويعطيك ويعطينا ويعطيك كل المستمعين انا متابعك من سنين طويلة وادعي لك بالشفاء اشكرك جزيلا او اشكرك جزيلا رسالتي ارجوك اريد ان نقدم شكوة في المحكمة ضد اتنين اخدوا حقي انا الشمسي وطالعي الجدي من موليد شهر يناير طيب ايش مكان السؤال وخصمي واحد الميزان مناش فيه والعذراء مناش فيه افضل فترات اليك للقضاء هي لما يكون الشمس دخلت على برج الثور هو بيتك الخامس بيت الحضوض المطلق لالك وبتكون طابته ممتازة مع الزهرة هي الفترة اللي انت بتقدر ترفع فيها قضايا هذه اذا مستعجلي اذا مش مستعجلي عندك كمان قضايا بتيجي لما الشمس تصير مقابلك بالسرطان برضو قوية جدا ولما تكون في البيت التاسع لالك اللي هو في العذراء برضو بتكون ممتازة جدا للقضايا يعني عندك التور وعندك بالسرطان وعندك بالعذراء هيك انت تقريبا هذي الفترات الممتازة لرفع القضايا بالنسبة للك ولكن انا بفضلها انها تكون في التور الخامس او في التاسع اللي هو في العذراء بكون افضل واقوى هيك منكم خلصنا على الاسئلة والاجوبة لحلقة اليوم ياريت اللي عنده اي سؤال حاب يسأله ويكتبه في اي مجال خلينا نجاوب عليه باريحية ونفيدل الجميع في هذا الموضوع طيب وصلنا للتوقعات اليومية توقعاتنا اليوم ليوم الخميس 18 أذر 18 ثلاث طبعا التوقيت كله اللي احنا منحكيه منحكيه احنا بتوقيت جرينتش بتقدر تبحث انت بتعرف فرق عن بلدك قديش ساعة وبتابع بتزيد كل الساعات اللي انا ذكرتها على توقيت البلد اللي انت فيها بتكون كأني انا بحكي عن البلد اللي انت موجود فيها نكون في امريكا في كندا في استراليا في الاردن في الاردن ساعتين الفرق العراق اعتقد ثلاث ساعات فلسطين مصر هدولا كلها ساعتين ساعتين ولكن بالنسبة للدول الثانية بتقدر انت عن طريق البحث بتحدد الفرق توقيت ما بينك وبين جرينتش وبتزيد ساعات او بتنقص ساعات عن الساعة اللي انا بقولها بتكون التوقيتات وطبعا احنا بنحكي برج يعني بنحكي الابراج لبرجك ولبرجك العام وللطالع ملناش بالباطن ولا بالقمري ولا بالشمسي تبعا نصابين احنا عنا بالاشي العلمي اللي بدي يسمع نصابين هو حر يروح يتابعهم طيب اول اشي اليوم من القمر موجود لاخر يوم في برج الثور وحكينا تأثيرات القمر لما يكون في برج الثور نشعر بالحذر اكثر ومن ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا كمية من الزوايا الفلكية كبيرة فعشان هيك بتكو تركزه معي هي تقريبا اذا بتفهم الزوايا او بتحفظها بتعرف توقعات برجك لحالك فعشان هيك ما في بيوت ومنازل خذ الزوايا الفلكية لحالك بتعرف ايش التوقعات اليوم عليك بالكامل بالنسبة لأول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي راح تكون في تمام ساعة 4 و13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا هاي اول واحدة بتنا ندير بالنا من النصابين والمحتالين واللي ممكن يستغلونا بالفترة هاي طبعا تأثير الزوايا بتكون طيلة النهار اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون راح تكون في تمام الساعة 5 و15 دقيقة صباحا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسولية وهي جيدة للعمل واللي عندهم مسؤوليات او ملفات او اعمال حابين ينظموها اليوم جيدة وبرضو لثقتك بنفسك وقدرتك على الاقناع برضو منتازة جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة 4 و23 دقيقة مساء طبعا تأثيراتها من الصباح تتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر بالتالي ننجح بتعزيز العلاقة معهم ويعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم جيدة للعاطفة هذه الزاوية معناته عواطفنا اليوم جيدة للتواصل للحب للغراميات للتجميل برضو ممتازة جدا اللي عنده اي شيء العلاقة بالتجميل أو قص الشعر برضو ممتازة جدا هذه الزاوية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التثليث راح تكون برضو ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 4 و29 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة يعني بتقدر تشحن حالك بالطاقة الايجابية والطاقة السلبية وتغير الوضع التبعك وبشكل ايجابي يعني انت اللي بتتحكم اليوم بمشاعرك وأفكارك بتكون عقلاني اكثر ومنطقي اكثر بتقدر تفصل بين الامور اما بالنسبة للزاوية اللي قبل الاخيرة هي زاوية بطيئة زاوية التثليث ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 5 و19 دقيقة مساء بتخلق جو عم من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابيا بحيث انه بتتدعم وبتتعزز اكثر واكثر وهي جيدة للمصالح يعني اي خلاف عاطفي موجود بينك وبين الحبيب اليوم هذا مناسب للمصالحات او تلطيف الاجواء او التقرب الجيد ما بينك وبين الاحبة او بينك وبين الازواج او يعني جو جيد للحبيب عاطفيا جيد عاطفيا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية تزديث ايجابية بين القمر والشمس وهي رح تكون في تمام ساعة ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة مساءا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم للاصدقاء نتيجة نتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبرضو هاي الزاوية جيدة لقص الشعر اذا اليوم الخميس هو يوم ممتاز جدا لأي شيء له علاقة بالتجميل ولا معالجة امور لها علاقة مثلا ضعف الشعر او بصيلات الشعر او الاظافر او الامور هاي فهذا يوم ممتاز جدا لهاي الامور طبعا في ساعة المساء بعد الزاوية هاي بيبدأ خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة مساءا ورح يستمر الى تمام الساعة 11 و46 دقيقة مساءا يعني الفترة هاي فترة خلو المسار فترة لا تصلح لا لبدأ بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر الساعة 11 و46 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة نقدر نحكي ساعة واحدة و46 دقيقة القمر بكون انتقل وصار بالجوزة ما رح نحكي عن تاثيراته لانه عند منتصف الليل حلقة الغد بتحكي عن الانتقال بالنسبة لخلو المسار القادم بما انه القمر رح ينتقل للجوزة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد و21 ثلاثة بيبدأ فيه تمام الساعة 12 و3 دقائق بعد الظهر وبيستمر الى تمام الساعة 12 و17 دقيقة يعني بمعنى اخر مدة 14 دقيقة فقط مدة خلو المسار اللي رح يصير يوم الاحد اللي هو 21 الشهر بعدها القمر بنتقل للسرطان بالنسبة لعمر القمر القمر الان اللي هو نمو الهلال او الهلال خمس ايام فيه تمام الساعة 6 و31 دقيقة صباحا بيصبح 6 ايام نسبة الاضاءة 25% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 30% القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يمكت فيه لغاية 21 ثلاثة سعيد بنسبة 15% عطارد في الحوت حتى يوم 4 أربعة سعيد بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 ثلاثة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتتركز كل جهودك على الأمور المالية والمصاريف والفواتير والدفعات ممكن تكون في مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتك بتعالج استحقاق مالي أهمش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات عندك بشكل ملحوظ لأجواء جيدة على مستوى العمل على مستوى العلاقات والمعارف على مستوى الدعم النفسي حتى على المستوى الصحي ممكن تهتم ببعض الأمور الصحية صحيح الأجواء ضاغطة ولكن اليوم بما أنه اللي حكيناها بالزوايا بنطبق عليك فالأجواء تقريبا إذا استغلتها إيجابية جدا برج الثور طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة ممكن تتشجع لمواجهة واقع صعب ممكن تتمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة عندك طاقة كبيرة وتنتصر على كثير من الاعتبارات وبرضو الأجواء جيدة لكل الأمور على مستوى التنقلات والاتصالات الحوارات النقاشات الامتحانات ممكن برضو تهتم ببعض الأمور العاطفية والزوايا اللي حكينا عنها في البداية لو أخدت فيها بيكون اليوم اكتمل توقعاته بالنسبة لها إليك بشكل جيد برج الجوزة يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لساعات المساء فعشان هيك انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد حاول أنك تكون روتيني في هذا اليوم يعني مشي أمورك بشكل روتيني بس انتبه لصحتك أهم شيء هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء جديد عشان ما يخيب أملك لغاية ساعات المساء بعدين الأجواء بتنعكسه وتصير إيجابي ودعمل إلك خذ برضو بالزوايا الفلكية اللي حكناها في البداية بتلاقي أنه اكتملت التوقعات لا إلك برج الصرطان بتسعدوا اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهم جنك لا تبقى وحيد الظروف بتكون يعني فيها نوع من أنواع الوعد بتاع عاطف أو بتعدك بتاع عاطف أو تأييد لتحركاتك بتفرح بدعم جهة ما الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية لإلك لغاية ساعات المغرب بعد ساعات المغرب تدخل في فترة ضغط لأن القمر بصير موجود في بيت المتاعب عشان هيك حاول بساعة النهار تنجز كل أعمالك الضرورية والمهمة وتحاول أنك تأخذ إجازة فترة اليومين القادمات أو أنك تكون مستعد أن فترة راح تكون فيها نوع من أنواع الضغط عليك ولكن حاول أنك تستغل فترة النهار برج الأسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين لا تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة ولكنها فترة مهمة لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج اليوم برضو راح يكون لك نوع من أنواع الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية بدك تهتم فيها بشكل جيد ممكن يكون فيه قلق على صحة أحد الأحبة أو مصاريف زائدة في هذا الموضوع وخد بالزوايا الفلكية اللي حكيناها في البداية لأنها برضو بتعزز من طاقتك إذا انتبهت لها بشكل جيد برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم بالبحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتكون جيدة أو بتصل لمرحلة ممتازة وبتكون داعم لإلك بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك هذه الفترة ممكن تهتم بأمور العلاقة بسفر محتمل أو باتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد بشكل أقوى وبرضو في نفس اللحظة خذ الزوايا الفلكية اللي حكناها في بداية التوقعات لأنها برضو بتدعم توقعات اليوم برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة إلى الرعاية سارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة تتصرف أو اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ممكن تنشغل بمعاملات أو أوراق خلال هذا اليوم وبرضو الأجواء اللي حكينا عنها في الزوايا الفلكية بتعطيك دفعة قوية كيف تستغل نهارك برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تنتبه أنه اليوم دير بالك ما لازم تنفعل لأنه الفترة هاي بتخفي عداوي لاسيما مع الإدارات والمسؤولين وبعض المعارف بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر والخصم بيكون قوي وأقوى منك وممكن يكون شرس كمان بشكل أنت ما بتتوقعه فحاول أنك تكون مسالم وروتيني في خلال هذا اليوم برضو لا تنسى الزوايا الفلكية بتعطيك دفعة جيدة وبتكمل توقعاتك برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نضموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة لا تلتهي ومن المستحسن أنك تبدأ عمل باكر إذا أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة تتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة وبرضو لو دعمت ما بين اللي حكيناها في الزوايا الفلكية بتلاقي أن كل التوقعات اكتملت معك خلال هذا النهار برج الجديد ابترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم إش أنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت للأحبة ابتنموا بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك اليوم بالنسبة لإلك رح يكون عاطفي بشكل كبير وإلو دعم حضوض عالي جدا وبرضو خذ انت تحديدا بالزوايا الفلكية اللي بتتشكل اليوم اللي ذكرناها في بداية التوقعات هاي رح تنطبق عليك تماما أو على أغلب موليد برج الجديد دكورا وإناثا واللي طالعهم الجديد رح يستفيدوا من هاي الزوايا برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية بتنشغل بالمسائل العائلية أهمش أنك ما تترك أحد أنه يحبطه أو يحبط طموحاتك أو يتدخل في شونك حاذر الخلافات وما تضخم الأمور بتبدو اليوم مرها في الحس متوتر بسبب قلق ما ممكن الأمر بتعلق في الأمور العائلية أو الأمور العقارية حاول أنك تتتم فيها وبرضه بتحكي الظروف عن وعك صحية يا إما إلك يا إما لا أحد الأحبة أو المقربين لا إلك وبرضه بتنساش تسمع الزوايا الفلكية لأنه إذا سمعتها وجمعتها مع اللي أنا حكيته بتلاقي التوقعات اكتملت عندك برج الحوت بتنشطوه في الدراسة والسفر والاتصالات ويوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وتتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار بتتمتع بدينماكي وحماسة عالية جدا اليوم يوم مميز بالنسبة لإلك وبرضه في نفس اللحظة إذا أخذت بالزوايا الفلكية اللي حكناها للمصالحة والحب والغراميات والحضوض والعقلاني وشحن الطاقة بتلاقي أن الأمور اكتملت معك وهيك بتكون توقعات اكتملت تماما مع اللي إحنا حكناه الآن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء